غزة خدها بنطاق أوسع هي فلسطين هي الأرض العربية المحتلة هي الأرض اللي عانت من النكبة الكبرى في 48 هي الأرض اللي عانت من وعد شهير جدا بالجملة شديدة الانتشار من لا يملك وعدة من لا يستحق هي الأرض للأسف الشديد اللي اتخذت مننا في مؤتمر بازل سنة 1898 هي الأرض المنكوبة طول الوقت هي أرض القدس أورشاليم مدينة الرب مدينة الإله لازم تبقى فاهم من الآخر كده لازم تبقى فاهم أن القصة هي مش بس غزة ومش بس رمالة هي القصة قصة شعب قصة تاريخ قصة أرض قصة منطقة كبيرة اسمها وطني حبيبي الوطن الأكبر وطني العربي قصة بتاعة مجتمع مترامي الأطراف من المحيط الأطلنطي وحتى الخليج العربي وحدود العراق العظيم قصة حدودة كتير كتير نلقي اللوم على أنفسنا ونستحق أن يتم إلقاء اللوم علينا جميعا أنفسنا هنا مش مصر مصر أكتر بلد قدمت علشان فلسطين وعن طيب خاطر دايما نوصف مصر بأنها نموذج للأريحية المطلقة مصر عمرها ما كان لها أي أطمع في فلسطين زي ما لاش أي أطمع في ليبيا ولا أي أطمع في سوريا ولا أي أطمع في السودان ولا أي أطمع في لبنان مصر بتقدم وهي مش منتظرة أي مقابل أي مقابل يذكر مش عايزة حاجة بالمناسبة هو ده التاريخ المصري اللي ما عندوش في تاريخه على الإطلاق لو قلنا زي ما بقول لكم كده منيطن من 7620 سنة حتى هذه اللحظة مصر لم تغير على أرض إلا دفاعا عن حدودها تأمن الحدود وترجع تاني بس والسلام عليكم تل أبيب عايزة إيه من الآخر تل أبيب عايزة التطبيع تطبيع الإيه هل هو التطبيع بالمفهوم السياسي دلوقتي هي بتحاول تلعب على كده وزمان من ساعة ما تعملت بتحاول تلعب على كده لأ هي عايزة توصل لك أن الأوضاع المحتدمة المحتدمة وقتل الفلسطينيين يجب أن يكون أمرا طبيعيا وأن يتقبله المجتمع العربي دون أي قلق وبدون نقطة دموع واحدة يعني لما تيجي تشوف التزامنات اللي بتحصل في عز عز الضرب اللي بيحصل في أوكرانيا ما بين أوكرانيا وروسيا وفي عز عز التوتر القائم ما بين تايوان والصين والولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال وتدخل بعد شوية اليابان لقدر الله في اللعبة فتبقى حدوتة تجد أنه مفيش ولا مبرر واحد على الإطلاق لدى تل أبيب أنها تمارس هذه المذبحة على الأراضي الفلسطينية وتبقى الحجة الوحيدة أصل بتوعي الجهاد الإسلامي بيهددوا المستوطنين وإحنا قلقانين يا السلام حلوة حكاية إحنا قلقانين دي يعني العرب هم كمان لما يقلقوا يعملوا إيه؟ إنه إنه ترجمة نانسي قنقر